افلنا لكن الكابتن ايمان يونس برضو معانا في موضوع تاني بس موضوع والله العظيم احنا معانا وموافقين عليه بس عشان جايبين وعشان بس نعرفكم ان تعرفوا المعلومة دي وتعرفوا اللي بيتم عشان ما تجوش بعد كده تقولوا اصل اتحاد القرأة الهلاوي احنا البرنامج الوحيد اللي كان مرحب بوجود استاذ عمر الجنيني في كل البرامج الرضية وقلنا احنا حابين ده عشان هيكون شاهد على انفسارات النادي الاهلي وهيتغير من الاستاذ عمر الجنيني قبل المسئولية وبعد المسئولية وانا متأكد ان هو بعد المسئولة يسلم بطولات النادي الاهلي لفترة المؤخرة بقى فاهم ازاي النادي الاهلي بالفعل بيحقق البطولات وبقى شايف بعنيه ان نجاحات النادي الاهلي نجاحات معتمدة على مسلسات او مراكز قوة دقنا الاهلي ادارة جهاز فني لعبين جماهير لكن الكابتن ايمان يونس كان عنده وجهة نظر في مساعدة اتحاد الكرة برئاسة الاستاذ عمر الجنيني نسمع عشان نسجلها للتاريخ برغم ان احنا معه اشوف الفيديو والناس كلها محدش بيقول لا بالمناسبة زي اتحاد الكرة اللاجنة الاستاذ عمر الجنين ما قالوا ليش لا في حاجة كان عليكم 28 مليون كده تقريبا مظبوط صح بظبوط ولما كلمنا كلمتوا بشكل مباشر قال لي طب ايه قلت له انا لسه ما تقول ليش فرقتك مش تقدر تحط القيمة بتاعتك وانا عندي مطش قال لي ما يعني ما فيش اي نوع من انواع تتصرف قال لي لا قلت له لا ما فيش اي نوع من انواع تتصرف احنا دلوقتي محتاجين ان احنا نحط فرقتنا وبعد كده عندنا فلوس اول لما تيجي حنعمل نوع من انواع الجدولة واتفقنا على نوع من انواع الجدولة والرجل تقبل بصدرح وقال حاضر ومن عناية وتحت امركه في تعاون من داخل قناة النادي الاهلي بندعم نادي الزمالك شايفين وصلين لحد فين وبنقول مع اتحاد كرة القدم فانه يتجاوز عن اللوائح والقوانين من اجل خدمة نادي الزمالك في الظرف اللي هو فيه ويسجل قيمة لعيب نادي الزمالك دون ان يدفع نادي الزمالك المستحقات المتأخرة اللي عليه وده على عكس اللي تم مع النادي الاهلي شوفوا وصلين لدرجته احنا مع ده بس انتوا سجلوا ده فرس مهم جدا كمان الطرح ده عشان لسبب احنا هيعد علينا سنين وحيجي يتقال ان كان الاهلي بيجمل من اتحاد الكرة زي ما جينا استرجعنا ذكريات من سنين لكابتن محمد لطيف وهو لبعض الادوار وعرضناه هنا بوضوح احنا بنسجل برضو ان الامور لو كان فيها شكل من اشكال المجاملة فما كانش بيبقى النادي الاهلي اطلاقا عشان حنسمع رئيس الاتحاد استاذ عمر الجنيني وهو رأيه ايه فيما يخص القيد لنادي ما سددش مستحقاته وزي ما قلت محدش هيقيد غير لما يحصل تسوية كاملة حصل تسوية كاملة وده الكلام ده يا فندم انا بقول لك اهو حصل للاهلي والزمالك وجميع اللي بيجي يقيد اللي بيجي يقيد بيعمل تسوية كاملة تمام وبيجي بالحساب من وجه النظر والحساب من وجه النظري وفي حسابات والكلام بص الارقام نجفعش نقعد نتكلم فيه طبعا طبعا وده جامل ده هتجامل على حساب شغلك واسمك مش ممكن مش ممكن هتجامل على حساب اسمك وشغلك وشهرتك وسمعتك مستحيل عشان الناس تبقى واضحة المهندس عمر الجناني صعب ان هو يجامل او يحابي الاعلي او الزمالك او اي فرقة على حساب نفسه دي لا يحدث تصريح قدامكم فيش نادي حيقيد الا لما يحصل تسوية كاملة لمستحقاته كاملة لمستحقاته وما فيش اي استثناءات للاهلي ولا الزمالك والوضع هو ده الوضع ده ما كانش قائم دلوقتي وزي ما قلنا ما عندناش مشكلة بس محدش يجي يقول في اي لحظة ان النادي الاهلي كان بيوجه شوفت حماس مهيب وبيتكلم لن يحدث ولم يحدث بالتأكيد طب انت ليه جاي بتتكلم عن فكرة ما يمكن حصل مع النادي الاهلاء احنا عندنا موقف واضح جدا وقت قيد كهربا النادي الاهلي كان مطالب بسادات كل المتأخرات اللي عليه عشان كهربا يتم قيده نشوف الفيديو اللي بيأكد الواقع عشان تبه الامور متاحة للجميع وتقدر تقيم مين اللي بيتمه مجملته متعلق بالقيد بتاع يناير فما فيش نادي هيسمح له المديونيات اللي عليه ده خبر مؤاكل يعني بالبلد مثلا نادي الاهلي عايز يقيد كهربا يوم واحد يناير عشان كهربا يلعب يوم واحد يناير ربما يلعب يعني مباراة الاهلي مثلا مع مصر المقصة ويقيده في نفس اليوم افريقيا عشان يكمل به اهلي عليه مدينية حوالي حوالي 8 مليون جنيه لازم يتدفعه والزمالك عليه مدينية حوالي 16 مليون جنيه لازم يتدفعه عشان يقيد يكون له حق القيد ده امر مؤكد مليون المية من قصوش واحد هو الاهلي عليه 8 مليون والزمالك عليه 16 بس النادي الاهلي دفع 15 مليون بالفعل عشان يطم قيد كهربا لان احنا قلنا هنا ان النادي الاهلي مع اللوايح ومع القوانين حتى لو فكرة أن حد تاني بيتجامل النادي الأهلي مش بيتجامل ساتتك دي الثماني أكبر من الستاشر الثماني أكبر من الستاشر حاجة صعبة جدا النادي الأهلي دفع الفلوس زي ما حضراتكم شايفين خمستاشر مليون ما كانوش تمانيع زي ما الأستاذ متحة شالبي أو كابتل متحة شالبي قال ودفع النادي الأهلي خمستاشر وتم قيد كهرباء والحقيقة أن الستاشر بتوع نادي الزمالكة فارس أعتقد كان لهم حكاية في ترحيلهم فان كده عايزين بس نعرض الفيديو ده عشان نقفل به الحتة دي لأنه مهم جدا نعرف ما ينبغي أن يكون عموما بعد ما نتخطى الأزمة بتاعة الزمالك دي الما ينبغي أن يكون لكل الأندي خصوصا على لسان مسؤول كان وقتها كابتن محمد فضل وليه الأمانة اختلفنا مع كابتن محمد فضل في حاجات كتير جدا ولكن أنا مش ميال لفكرة أن يخرج كابتن محمد فضل وكابتن أحمد عبد الله من الاتحاد ويبقى الاتحاد بيدوار بسلاسة يدونهم أنا مع فكرة أن الناس دي مهم جدا تواجدها خصوصا ما اسمع الفيديو دي لأن فيه بلان كاملة أعتقد لازم تكمل لآخرها وكل الأعضاء بيكون لهم تأثيرهم خصوصا لو فعلا كان برضو فيه ملفات مهمة معهم رغم تختلف تتفق ولكن قوة الاتحاد نفسه وقوة تأثيره وقوة القرارات هنلاقي مشاكل أعتقد هتظهر أكبر نروح ونسمع الفيديو إنه الزمالك علشان ماضي على إقرار بأن أي فلوس تجيله من الكاف توصل لاتحاد الكرة فالتحاد الكرة ياخدها من مديونيات الزمالك قرر أن يروح للكاف مباشرة وياخد فلوسه كاش حصل؟ حصل حصل؟ حصل إزاي؟ عف إزاي ما تعاملتوش مع الصغرة دي؟ لا، ما الصغرة هو اللي حصل هو الأهلي والأهلي عمل كده؟ بس الأهلي مش ماضي على إقرار والإسماعيلي تقريبا ماضي أو بيراميكس حايا كده يعني كانوا أربع عنده وحصل الكلام ده الزمالك كان ماضي على إقرار إنه إيه فلوس إنه هو عنده تقريبا فيه الأرصد البنكية محجوز عليها فإنت إيه فلوس بتدخل على طول ديريكت للاتحاد المصري وثم للاتحاد المصري بيطلع أنه إنت في حاجة تمام فالفترة اللي فاتت أنا بتكلم عن المستوى الشخصي أنا فجئت فجئت إن الفلوس طلعت لكن ملاش علاقة بالاتحاد المصري يعني مفيش حد في الاتحاد المصري عمل حاجة أنا رأيت بوضح يعني راح للاتحاد الأفريكي ممكن كان رئيس التحاد الأفريكي كان يكلمني وأنا في السوبر وشرحت له الموقف وقلت إن فيه مديونية عندي زمالك وماضي إقرار وطلعت له كل حاجة ووضحت كل حاجة وكان فيه فعلا فلوس دخلت كتير جدا أخيره مباراة السوبر مركز الأول دخل عطل على حساب الاتحاد أطبعا ده الطبيعي بيحصل غير ما تخصم المديونيات وفي الآخر عرفت إن فيه فلوس دخلت معرفش إزاي كاش في زمالك خدها كاش من الكاف دي فلوس إيه فلوس أفريكا الكونفيدرالي كونفيدرالي فمعرفش إزاي طلعت للأنداة يعني الأهلي ما فيش مشكلة خالص نادي الأهلي ما فيش مشكلة بس الأهلي راح خد كاش لأنداة الأخرى ما فيش مشكلة معرفش ما كان مش عليه فلوس معرفش لا الأهلي ما علوش فلوس آه لكن القصة في الزمالك مؤكدة طلع الفلوس ازاي خلي بالك ده حقه بص حق اللا لا ما تغيرش تغيره انه ده حقه بس هو طلع وماضي فدي طبعا حاجة تعملت بس احنا كل دورنا احنا على طول الموسمر القادم هيبقى فيه اي نادي مش نادي الزمالك بس اي نادي هيتوقفه كدل لغاية ما يسدد جميع مديونياته هو بقى ده المهم جملك جميع مديونيات وعشان كده انا قلت البعض حيعتقد احنا كتير جدا كنت بنانتقد كابتن محمد فاطل طب ليه بتقول كده دلوقت لان هو كان مسك ملف كان بيقول انا كلمت رئيس الكاف في الموضوع وقلت كذا كذا النادي لازم يسدد جميع مديونياته فانت لقيت دلوقتي وضع مختلف خالص رئيس الاتحاد هو اللي بيتكلم في الموضوع وبيتكلم عن تسوية وجدولة وما فيش مشكلة يعني ما فيش حاجة خالص دلوقتي تقدر تعملها لا ما فيش طاب خلاص ماشا هنتصرف هي دي لا انا عندي المسئول يبقى موجود وحسب وعلى كلامه غير ما اصلا الخطة اللي اتعملت ما تبقاش موجودة فما عرفش حسب حد وان كان اللوايح المفروض تحكم الجماعة هو الفكرة كلها اللي احنا عايزين نوضحها ونؤكد ان النادي الزمالك كان عنده مديونيات وقت قيد كهرباء في النادي الاعلي يناير تم ترحيلها بوعد ان الفلوس هتيجي من الكاف تروح لالتحاد الكرة القضاء من مصر الكاف رح لنادي الزمالك الفلوس فحصل ايه المديونية زادت ووصلت ليه في صفقات الصفدة فاللي حصل ايه تم جدولتها والله اعلم هيتم دفعها امتى كنا حابين نوضح النقطة دي برغم ان احنا معاها وبندعم نادي الزمالك لان في النهاية يهمنا جدا ان منافسنا يكون قوي لان بنستشعر لازلة البطولات لما يكون المنافس قوي ده موضوع وقفلنا عندنا موضوع تاني للكابتن رضا عبدالعاء